بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين صعب جداً في الواقع تناول الكلمة من بعد مليم محمد خليفة أخوات الفضليات إخوة الأفاضل في هذه اللحظات العصيبة على الشعب الفلسطيني بدايةً وعلينا جميعاً وما نشعر به من آلام إزاء ما يتعرَّد له هذا الشعب المقاوم نحضيًا من قتلٍ قتل جماعي يفوق طاقتنا على التحمل ولم يعد أي وحد مننا قادر على تتبُّعي المشاهد التي نراها على مختلف القنوات التليفزيونية وعلى مستوى مختلف المواقع الاجتماعية أريد بدايةً أن أتوجَّه بالتحية الصادقة إلى حزب العدالة والتنمية على هذه المُبادَرَة ذات الرمزية القوية التحية موصولة طبعًا إلى الصديق العزيز والأخ الكبير شعب الإله بن كيران على الدعوة الكريمة الموجَّهة إلي من أجل أن أتواجد معكم في هذه اللحظة التضامنية القوية والكبيرة الشكر موصول أيضًا للصديق الكبير والأخ العزيز جمال شوبكي سفير دولة فلسطين بالمغرب والشكر موصول طبعًا إلى أخي العزيز وصديقي مولاي محمد خليفة على تواجهده أيضًا معانا في هذه اللحظة شكرٌ موصول إليكم جميعًا مناضلات ومناضلين من داخل هذه القاعة ومن خارجها وشكر موصول لكافة الضمائر الحيَّة في كل بقاء العالم التي تُندِّد بهذا العُدوان الصهيون الغاشم على الأراضي الفلسطينية المُحتلَّة وعلى غزَّة تحديدًا إننا اليوم أيَّتها الأخوات والإخوة أمام هجومٍ وحشي وتطهيرٍ عرقي وتهجيرٍ قصري وعدوانٍ همجي للكيان الصهيون المُتغطرس مُمارسة هذا الكيان مُماتِلَة تمامًا وهذا الخطاب مُوجَّه للغرب بدايةً وللأصوات التي تتعالى دفاعًا عن إسرائيل هذه المُمارسات مُماتِلَة تمامًا في طبيعتها وفضاعتها لجرائم الفاشيَّة والنازية إننا اليوم أمام مأساة إنسانية مُرعِبة بكل المقاييس أصبحت كل الكالمات عاجزة عن وصفها وصارت العيون كما قلت عاجزة عن متابعة فضاعاتها فنحن أمام مشاهد مُفجِعة في كل لحظة على مرأة ومسمع الجميع عنوانها القتل والضمار والضلام والمُستشفيات والمدارس التي تحولت لمقابر جماعية وأمام مشاهد لآلاف الشهداء أغلبهم من الرُّدَّاع والأطفال والنساء والشُّيوخ والعبرياء لم يترُك الاحتلال المُجرِم الفُرثة حتى لدفنهم وشُّهداء آخرون تُسرَقُوا جَتامينُهم بما يُؤشِّرُوا على إقدام الكيان السهيوني على إقامة مقابر جماعية ألم أقُل لكم أنَّنا أمام تسرُّفات نازية وفاشية إنَّنا أمام عشرات الآلاف من الجُرحى ومئات الآلاف من البيوت المُدمَّرة وأمام قصفٍ بآلاف الأطنان من القذائف يُدمِّرُ حياء سكنية بكاملها ويهدِم البيوت فوق رؤوس ساكنيها من المدنيين الأبرياء ويدمِّر المُسشفيات والمدارس وأماكن العبادة من مساجد وكنائس كما يُدمِّر أي شيء كان ينبُض بالحياة بما في ذلك تحطيم البنيات التحتيّع وتجريف الطرق وإنَّنا أمام انتهاك حُرمة المُسشفيات والمرضى والجرحى بحُجَجٍ واهيَة من صُنع الآلة الإعلامية الصهيونية تمامًا كما تُصنع أفلام هوليوود في عمليةٍ دعائيةٍ وحشية مبنية على الأكاديم والتزوير والتعتيم كما بالضبط كان يفعل النظام النازي فمنذ بداية العدوان الباشع منذ بداية هذا العدوان يعتبر العيان الكيان الصهيوني أن كل شيء مُباح بلا حسيب ولا رقيب إذ لم تسوقف آلته الإعلامية الجهنمية عن تقديم المُبرِّرات الواهية لتبرير القتل المُنطم ومنها خُرافة الدفاع النفس وآخرها دعائته بوجود مسلحين وأسلحة بالمُستشفيات والمدارس إننا اليوم أخوات العزيزات الإخوة الأعزاء أمام آلة حربية تقتل بلا هودة ولا تردُد ومن دون أدنى حس إنساني وأمام هجوم بري وجوي وبحري هستيري ضد شعب أهزل يرفض مُغادرة أرضه ولن يُغادر هذه الأرض لأنها أرضُه ولا يملك شعبنا الفلسطيني المُقاوم سوى عزمه وإيمانه الراصخ بعدالة قضيته ولا يملك سوى أن يصير أن يصبر ويُقاوم بما يتوفر عليه من أمكانياتٍ متواضعة كما أننا أمام خطابٍ إرهابي يُلوِّحُ بالدرب بالقُنبلة النووية تسوَّروا لو أنّا مسلم أو عربي وبالأحرى فلسطيني قال كلام من هذا اللوع ولو أنه طبعاً لا نتوفر على هذه الإمكانية تسوَّروا ذلك من قِبَل من؟ من قِبَل وزير مُجرِم ينتمي لحكومةٍ مُجرِمة يمينية متطرِّفة عنصُرية ومُتغطرِصة أو متعطِّشة للدماء إننا أمام إعلانٍ رسمي واضح بالرغبة في تهجير شعبٍ بأكمله خارج دياره اليوم غزة وغدى القدس وبعد غد مُدن الدفا ولا ندري أين سيقيف هذا العدوان نحن اليوم أمام خطابٍ وإعلانٍ صريح عن الرغبة في محو الشيء اسمه غزة من الوجود بكلمةٍ واضحةٍ نحن أمام حرب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في خرقٍ لأبسط القيام الإنسانية ولأبسط مُقتديات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني أي أننا أمام كيانٍ يستخفُّ بالعالم ولا يُعيرُ اهتمامًا لأي صوت كيفما كان ويتحكَّمُ في مسؤول عددٍ من الدول الغربية تصوَّروا ذلك على أننا نحيي من داخل هذه الدول الغربية شعوبها الرفضة لهذه المهزلة ما يحدُثُ اليوم بغزة وبجنين هو بتعبير صريح مُمارسة لإرهاب الدولة بمعنى الكلمة ويعتبرُ نفسه فوق كل القواعد مهما كان مصدرُها أو طبيعتُها إننا أمام مُجرِمي حرب لا يُمكن للعالم أن يتجاهل آجِلاً أو عاجِلاً إخضاعَهم للمُساءلة القانونية وجعلَهم يمتُلون أمام القضاء الجناء الدولي أوقفُوا المجازر افتاحُوا المعابر وأوقفُوا المجازر فعلاً يتعيَّنُ أعيقاف المجازر وفتح المعابر لأننا أمام حصارٍ لا إنساني وأمام منعٍ لمرور المساعدات حيث تحولت غزة إلى منطقةٍ تعيشُّ كما لو أنَّها في العُصور البدائية لا كهربَة ولا ماء ولا غداء ولا مسكن ولا فراش ولا تدفئة ولا أدوية ولا وقود ولا مستشفيات حتى قادرة على تقديم العلاج لا شيء على الإطلاق اليوم هكذا يعيش الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة هذه اللحظات الحالِكة إن كل هذه المجازر والفضائع تجري بتواطئٍ ودعمٍ من أمريكا وعدد من دول الغرب بما يجعلهم شاريكًا أو شركاء في الجريمة لأنهم لا يكتفون بالصمت بل يدعمون سياسيًا وإعلاميًا وعسكريًا ما يحدث من جرائم حرب بغزة فهذا الدعم المكشوف والمخزي سيظل وثمة عارٍ على جبين أمريكا وهذه الدول الغربية التي لا يمكنها أن تُقدِّم لنا الدروس من الآن حول القيم الإنسانية وحقوق الإنسان والحرية ومكانة الإنسان في أي مجتمع واتخذ كما قلت هذا الدعم أشكالًا متنوعة دعم سياسي ديبلوماسي لا سيما في أروقة الأمم المتحدة لاحظوا معي لم تتمكن الأمم المتحدة حتى من إصداري أو استصداري مقرَّر يُطالبوا ولو بوقف إطلاق النار ولو بوقف إطلاق النار ولا ينحاز لهذا الطرف أو ذاك كيف يمكن لهذا الغرب أن يُبرِّر كل ذلك؟ فلقد وصل الأمر إلى التضييق والاعتقال وتجريم كل من يتحرَّك يتحرَّك عفواً تضامناً مع فلسطين في هذه الدول ومن ضمنها فرنسا بالذات فرنسا التي تغنَّت لمدة عقود وعشرات سنين وهي تقول لنا بحقوق الإنسان وبالحريات فرنسا اليوم ودول غربية أخرى يريدون منع كل التعبيرات المساندة لفلسطين رغم الوحشية التي نراحظها بغزة ووصل الأمر إلى درجة اعتبار كل صوت أو رمز أو إشارة فيها رائحة فلسطين بمثبت جريمة تصوروا ذلك بمثبت جريمة من داخل هذه الدول حتى أننا وصلنا إلى معادات أو تجريم معادات سهيونية ليس معادات السمية بل معادات سهيونية وأريد أن أقول لكم بأن السهيونية وأقول ذلك جهراً وعلينا أن نقول ذلك بقوة السهيونية مقاربة وحركة قائمة فعلاً وهي مقاربة نازية وفاشية وعنصرية تقوم على فكرة فكرة تفوق وتميُّز عرق على شعب آخر كما تقوم على هدف بناء كيان لا يشبع من التوسع يُسمُّونه إسرائيل كُبرى من النهر إلى البحر مع استهداف السيطرة الأُحادية على القدس ومحو هويتها الحضرية المتعددة وتقوم على إبادة الشعب الفلسطيني الذي عاش دائماً فوق أرض فلسطين ولم يعرف غير هذه الأرض هذه نظرية صهيونية فاشية نازية وليس شيء آخر ولن يمنعنا أعد من أن نقول ذلك بقوة صهينا مجرمون قتل إرهابيون إن الدعم الأمريكي الغربي الرسمي مُخزٍ ومُخجِل لأنه غطاءٌ يجعل إسرائيل تتمادَ في عُدوانها ولأنه أيضاً مُنافٍ لإرادة شعوب هذه الدول الغربية وهو دعمٌ يتعارض مع القيم الإنسانية وقيم العدالة والأخوة والتسامع والتعايش والحوار التي كما قلت يتغنَّ بها الغرب الديموقراطي والحقوقي بين مزدوجتين والواقع أن هذا الدعم يُكشف حقيقة القوة الرأسمالية التي لا تُكتَكُف عن ادِّعاء تقديم الدروس في جميع المجالات لكل بُلدان العالم وهنا اسمحوا لي أن أقول لكم إن هذا السلوك من قبل حُكام البلدان الغربية المتواطئة ربما تكون خلفيَّته وانتبهوا إلى ذلك خلفيَّته الحقيقية هي منح الكيان سهيوني الضوء الأخضر للشُروع في شن حربٍ حضاريةٍ بالوكالة ضد العرب والمسلمين وهي الحرب التي بدأت معالمها في البروز والتصاعد منذ مُدَّةٍ لدى قوى يمينيا ويمينيا متطرِّفة وفاشستيا متعدِّدة في أمريكا وفي أوروبا بالخصوص واسمحوا لي في هذا الصياق وبعد سرد كل هذه الجرائم وكل هذه الخروقات البشعة لأبسط القيام الإنسانية وللقانون الدولي وفي هذه الظروف المُعقَّدة أن نستحضر ونُعطي القيمة الكافية والكاملة لما عبَّر عنه المغرب الرسمي من مواقف في شأن هذه الحرب القادرة على فلسطين وعلى غزة وخاصة الخطاب الملك الأخير بمناسبةٍ عقاد القمة العربية الإسلامية بالرياض وهو خطاب من خلال مضامنه يُنَدِّدُ بالجرائم الصهيوني وبالعدوان الصهيوني ويعرب عن تضامنٍ مُطلقٍ مع فلسطين أخواتي إخواني منذ بداية هذا العدوان القادر والكيان الصهيوني يتحجج بأنه يُريد تحقيق ثلاثة أهدف القضاء على حماس استعادة الرهائن وضمان أمنه والآن بعدما يناهز الشهر والنس من دراع هذه الحرب القادرة لم يصل كيان الصهيوني إلى تحقيق أي هدف من هذه الأهدف ولن يصل أبداً إلى تحقيق ذلك فلا هو استطاع استعادة الرهائن ولا هو استطاع القضاء على حماس ولن يستطيع أن يضمن أمنه أمنه هل ما نقوم به أو ما تقوم به اليوم إسرائيل هو هروب وحش إلى الأمام تفادياً لسجن بعض قاداته على خلفية حسابات داخلية هل يعتقد من يقود أسرائيل اليوم أنه بإمكانهم أن يفردوا تصورهم للمنطقة ولما يمكن أن يجري بها خمسة وسبعين عام من النضال للشعب الفلسطيني دفاعاً عن فكرة فلسطين عن أرض فلسطين عن حرية فلسطين عن انعطاق فلسطين عن استقلال فلسطين ولم تتمكن إسرائيل ولا حلفاء إسرائيل من تركيع الشعب الفلسطيني ولن يستطيع أحد تركيع الشعب الفلسطيني في ظل هذه الأوضاع احتلاء طيل عليكم أريد أن أقول لكم بأنما يسعى البعض إلى تقديمه دفاعاً الذات وهو في الواقع حرب إبادة جماعية وتقتيل وتهجير وتطهير عرقي كما وقفنا على ذلك من قبل كل ذلك يجعلنا نعتبر بأنه من الصعب جداً في ظل هذه الأوضاع المضي قدماً في أي علاقة سوية مع كيان من هذا النوع وعلينا أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار لأن الأمر اليوم يقتضي بدايةً أن نواصل التعبئة وأن نوحد الكلمة وأن نضغط أكثر على جميع المستويات عربياً وإسلامياً ودولياً ولدى كل أصدقاء السلم من أجل إيقاف هذه الحرب القادرة من أجل وقف إطلاق النار من أجل الدفاع على الشعب الفلسطيني في محنته من أجل فتح الطريق فعلاً إلى الإمكانية الوحيدة من أجل أن يعم السلام بفلسطين وبالأراضي المحتلة وهي أن يتم الإقرار النهائي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ونحن علينا اليوم أن نطور أكثر من درجة تضامننا ومن قوة أعمالنا من أجل أن نتمكن فعلاً من دعم شعبنا الفلسطيني المقاوم في هذه اللحظات الحارجة التي يحياها عاش فلسطين وعاش تضامن الشعب المغريبي مع فلسطين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر